تحليل لوكالة الأناضول منشور في الثالث عشر من أبريل نيسان من العام 2020 بعنوان ليبيا لماذا تسعى قوات الوثاقي لتحييد ترهونة شرعت قوات الحكومة الليبية الشرعية باستهداف مدينة ترهونة ومحيطها خلال الأسابيع الأخيرة ولوحت بإمكانية اقتحامها وتحييد ميليشيات اللواء التاسع التي تعتبر رأس حربة ميليشيات حفتر في المناطق الجنوبية للعاصمة ترابلوس قال قائد غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية التابعة لقوات حكومة الوفاق اللواء أسامة الجويلي إن قوات الوفاق قد تضطروا لأعمال عسكرية في بعض مدن المنطقة الغربية على غرار ترهونة لكن بعد تحرير قوات الوفاق لكامل الشريط الساحلي غرب ترابلوس قال خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة إنهم سيحتفلون قبيل شهر رمضان بتحرير ترهونة وعديد المناطق وفقا للخطط العسكرية سبق هذه التهديدات قصف قوات الوفاق لترهونة بعشر صواريخ جراد أي قبل ثلاثة أيام من انطلاق عملية عاصفة السلام لكن القائد الميداني في قوات الوفاق الطاهر بن غريبة قال إن الجميع عرف حجم قوة الضربات التي وجهت إلى ترهونة المارقة مثل ما عرفوا أيضاً دقة الضربات على خطوط الإمداد في بني وليد ومنظومات الدفاع الجوي التي تقوم بتركيبها شركة فاغنر الروسية في حين تداولت صفحات مغالية لقوات الوفاق على شبكات التواصل الاجتماعي أنباء عن استهداف مقر يتبع اللواء التاسع بترهونة أثناء اجتماع بعض قادته ومنظومة دفاع جوي بانسير كانت طور التركيب المؤكد أن ترهونة أصبحت هدفاً لغارات قوات الوفاق على غرار استهداف طائرة شحنة عسكرية عند نزولها في مهبط لطائرات بمحيط المدينة استمر طيران الوفاق في استهداف شاحنات نقل الوقود والزخائر وامدادات الأسلحة على الطريق بين مدينتي بني وليد وترهونة ونظراً لوجود ترهونة في منطقة تحيط بها الجبال وتفتقد إلى مطار أو منفذ بحري فهي مضطرة للاعتماد وبشكل كبير على الامدادات البرية القادمة عبر بني وليد خاصة بعد توقف الامدادات القادمة من ترابلوس ومصراطة وغريان بسبب الحرب ومع استهداف طيران الوفاق لخط الامداد قاعدة الجفرة الجوية بني وليد ترهونة أصبحت المدينة شبه محاصرة ونقص الوقود بالمدينة يكاد يتحول إلى أزمة خانقة ورغم أن ترهونة ساعت منذ العام 2016 لتشييد مطار دولي بإمكاناتها الذاتية إلا أنها أخفقت إلى الآن لنقص الموارد وكل ما لديها مهبط للمروحيات وطائرات الشحن العسكرية وهذا ما يفسر إصرارها للسيطرة على مطار ترابلوس الدولي رغم خروجه من الخدمة في العام 2014 وباستهداف طيران الوفاق لطائرة شحن عسكرية عند هبوطها بمهبط المدينة تكون ترهونة شبه مطوقة برا وبحرا وجوا يشعر كثير من أهالي المدينة بالتهميش رغم أنهم يمثلون إحدى أكبر قبائل الغرب الليبي ولديهم إمدادات داخل ترابلوس فكثير من سكان أحياء جنوبي العاصمة ينحدرون منها على غرار قصر بنغشير والخلة والخلاطات وحتى بعد مشاركة جزء من أبنائها في التورة على القذافي عام 2011 إلا أنها لم تنى لنصيبها من الثروة والسلطة خاصة أن شيوخ المدينة دعموا نظام القذافي وافتقاد المدينة أي منفذ جوي أو بحري خلص من أهميتها الاستراتيجية وتركها متوارية خلف الجبال لذلك سعى اللواء السابع بالمدينة للسيطرة على مطار ترابلوس القديم في العام 2016 مستغلاً المواجهات بين حكومة الوفاق وكتائب حكومة الإنقاذ في ترابلوس لم تكن أهداف اللواء السابع واضحة فمن جهة يعتبر نفسه جزء من قوات الوفاق والأخيرة تتبرأ منه بل حتى حفتر تنصل منه حينها كان خليطاً مشكلة من السلفيين وعساكر اللواء 32 وأنصار حكومة الإنقاذ وموالين لحكومة الوفاق وخصوم لحفتر وآخرين داعمين له الشيء الوحيد الذي كان يجمعهم انتماؤهم القبلي لترهونة في العام 2018 وقع اتفاق بين اللواء السابع ترهونة وكتائب ترابلوس برعاية حكومة الوفاق على أن ينسحب من مناطق سيطرته جنوبي العاصمة وأن يتعهد بعدم مهاجمتها لكن ومع إطلاق حفتر عمليته العسكرية لسيطرة على ترابلوس في إبريل نيسان من العام 2019 انضم اللواء السابع له وأصبح يسمى اللواء التاسع بعد توحيده مع اللواء 22 ترهونة كانت ضربة خنجر لترهونة في ظهر حكومة الوفاق وتملصا من تعهداتها دون سابق انذار وأكبر خطورة شكلها اللواء التاسع أنه على عكس قوات حفتر القادمة من الشرق يعرف عناصره جيدا أرض المعركة وجزء من أحياء وسكان ترابلوس امتداد لترهونة ذاتها لذلك فأغلب التقدمات التي أحرزها حفتر جنوبي ترابلوس كانت بفضل اللواء التاسع خاصة في بداية المعركة وقبل دخول مرتزقة باغنر الروسية لم ينجو من اللواء التاسع حتى عائلات في ترهونة فبعد مقتل قائد اللواء التاسع عبدالوهاب المقري والقائد الميداني لكاتبة الكانيات محسن الكاني ارتكب عناصر التنظيم مجزرة راح ضحيتها العشرات من المدنيين والمسلحين داخل المدينة حسب الأمم المتحدة لذلك تحاول قوات الوفاق تحييد مسلح الكانيات واللواء التاسع من القتال إلى جانب ميليشيات حفتر لكن اقتحام المدينة يتطلب إمكانات عسكرية وبشرية كبيرة ومع عودة طيران الوفاق لسماء المعركة وهيمنته على الجو أصبحت خيارات شن عملية عسكرية ضد ترهونة متاحة خاصة إذا تمكن الطيران من تدمير منظومة الدفاع الجوي التي يسيرها مرتزقة فاغنر داخل المدينة اشتركوا في القناة